موسيقى عزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاءات تركية هذه الليلة سنناقش قضية تراثية إنسانية نحن ناقشنا في هذه الحلقات قضايا كثيرة متعلقة بكارثة إنسانية لكن هذه الليلة سنناقش قضية أيضا متعلقة بالإنسانية لكن سوف أسميه كارثة تراثية أو تاريخية إذن هذه الليلة سنناقش أثر الحروب على التراث الحضاري والإنساني في هذه الحلقة في الحقيقة وجدت ضيوفا عزيزة كلهم مختصون في مجالاتهم سوف أعرفكم أولا معنا أستاذ خالد أمر تدموري أستاذ هندسة ميمارية في جامعة اللبنانية رئيس لجنة آثار ترابلوس لبنان أهلا وسهلا أستاذ يحيى بدرج مهندس معارض سياسي سوري صاحب براعة الإختراء في تقنية ممياء أهلا وسهلا ومعنا أستاذ عبد السلام أولو تشام أستاذ تاريخ الفن والإمارة رئيس جامعة باطمان أهلا وسهلا أهلا وسهلا إذن هذه الليلة ضيوف متنوعة ولديهم تخصص متنوعة لكنه متقاربة أيضا متداخلة سنناقش قضية كارثة التراثية مع ضيوفنا هذه الليلة إذن أبدأ أولا مع أستاذ خالد أستاذ خالد لماذا حماية التراث التاريخي مهم جدا للإنسانية ماذا يعني حماية هذه التراث بالنسبة للأجيال القادمة طبعا يعني التراث هو كل ما ورثناه فهو يتعلق بتراث الأجداد أي أنه يعبر عن ذاكرة هذه الشعوب وعن حضارتها وهي بمعنى آخر تساوي الهوية والتمسك بالحضارة والتمسك بالوطن كل ما نشير إليه من تراث سواء كان تراثا ملموسا أو غير ملموس يعني سواء كان تراثا معماريا أو أثريا أو تراثا غير ملموس كالتراث الفولكلوري والعادات والتقاليد والأمثال الشعبية والمأكل والرقصات والموسيقى كل هذه أنواع التراث المختلفة هي التي تعبر عن ثقافة هذه الشعوب عن غنى حضاراتها وعن هويتها التي في حال تمسكت بها تستطيع أن تستمر إلى مستقبل مشرك بخطة واثقة وهذا ما جعل المدن التي لها تاريخ عريق في مصاف الدول الأولى اليوم في العالم بخاصة في مجال السياحة إذا نظرنا إلى التراث الصيني أو التراث الهندي أو التراث الإسلامي في بلادنا وها هي إسبانيا استنادا إلى التراث الأندلوسي هي تبدع في مجالات السياحة من تراثنا العربي الإسلامي الذي بقي عندها وطبعا التراث يساوي الهوية لذلك نرى أن اليهود في بيت المقدس وفي فلسطين يعمدون دائما إلى هدم تراثنا الإسلامي والعربي هناك وحتى المسيحي فقط ليثبتوا أن هذه المنطقة هي تاريخيا تعود لهم فقط فيضيع هذا التراث بعد فترة ونكتشف فضاعة ما فقدنا ومع الأسف الكثير من الشعوب في منطقتنا العربية والإسلامية وحتى في تركيا حتى فترة قريبة كانت تقوم بنفسها بهدم هذا التراث يعني من دون أن يكون هناك مخطط سهيوني لهدمها لقاء مشاريع حديثة أو لقاء تجارات معينة كما حدث في الكثير من البلدان العربية وفي تركيا حين هدمت الكثير من المعالم الأسرية والتراثية ذات المعاني التاريخية والحضرية فقط لإنشاء مباني تجارية مكانها أو لشق طرقات أو لمد جسور أو غيرها وهذا طبعا أفقدنا جزءا كبيرا من هويتنا التي نفتخر بها شكرا أستاذ يحيى أنت مختص في تقنية الممية هذا التخصص أنا مستغرب قليلا لأنني لم أتعود على شخص تخصص وهو يحمل هوية إسلامية أولا لماذا دخلت في هذا المجال وأنت مخترئ أكثر من عندك صاحب برعة يعني كيف دخلت في هذا المجال وكيف تدلل عملك من نهاية الشرعية بما أنت تعمل لك هوية إسلامية أنا شكرا على هذا السؤال الحقيقي أنا سأبدأ في الموضوع الشرعي قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى وفي آية أخرى قال وكذلك ننجيك ببدانك لتكون لمن خلفك آية لمن خلفك آية الخلف منهم؟ نحن فهذه الآية وضحت أن فرعون سيبقى ولن تأتي داعش وتقطعه ولن يضيعه لمن خلفك آية أنا وجدت أنه آية المومياء لرمسيس الثاني وهو الأغلب أنه فرعون موسى اكتشفت بعد عام 1972 وما قبل الآية لها تفسير مختلف تماما عفوا 76 ففي عام 1976 أخذت مومياء رمسيس الثاني إلى باريس لعمل ترميم لها وبرئاسة الدكتور ميشيل ليسكورت فلما فتحوا أحشاء رمسيس الثاني وجدوا في داخلها قطعة ورق التبغ ومعروف في العالم كله أن ورق التبغ لم يأتي إلى عالمنا إلا بعد اكتشاف القرى الأمريكية وعودة كريستوف كولومبوس من أمريكا فكان الأمر محير لهم كيف وصلت ورقة التبغ إلى مومياء رمسيس الثاني التي تعود إلى 3200 عام من اليوم إذن كان هناك التواصل بين القرى الأمريكية وعالمنا الحالي نحن الآن نستطيع أن نفهم الآية القرآنية وكذلك أن نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية بمعنى مختلف تماما الآية أنه يثبت الآن الارتباط بين العالم القديم والعام الجديد هذه الوحدة الثانية حتى لا أطيل عليك الدكتورة سفيتلا بلبانوفا الدكتورة ألمانية كانت تعمل في الطب الشرعي في مدينة أولم أتوا لها بعينات من مومياء مصرية اسمها توت هينوي وعمرها 3000 عام فعندما حللت هذه العينات وجدت فيها بقايا الكوكاين حصل هذا في عام 1992 فأيضا الكوكاين معروف أنه لم يأتي إلى عالمنا إلا بعد كريستوف كولومبوس فكيف وصل الكوكاين إلى مومياء عمرها 3000 عام أما الدليل الأخير وهو أكبر دليل الحقيقة يوجد في كلية الطب في إسطنبول في شابا في قسم الأناتومي في المستودع يوجد مومياء لرجل من الإيغور أنا عاينت هذه المومياء ورأيت هذه المومياء أنا أعدها أنها أهم مومياء في العالم كله لأنها محضرة بطريقة جنوب أمريكا لأن هناك فرق كبير بين المومياء الأمريكية والمومياء المصرية المومياء المصرية تجفف باستخدام الناطرون اللي هو كربونات السوديوم أما المومياء الأمريكية فبعد أن يخرجوها من الراتينج يربط الرجلين إلى القدمين إلى الرقبة ويعلقوها على سقالة ويضعوا تحت الفحم الساخن فيجفف سوائل الجسم بطريقة التسخين وهذا كان واضح جدا أن الأسفل القدمين لهذا الرجل محروقة هذه الطريقة لا يستخدمها إلا سكان البيرو والشيلي في جنوب أمريكا هذه المومياء موجودة في إسطنبول في كليت الطب في شابا في مستودع الأناتو بقسم التشريح أنا تعرفت عليها في شهر حزيران الماضي والآن في هيئة هي تتابع هذا الموضوع هذا يؤكد الكلام الذي قاله السيد أردغان في قضية الارتباط بين أمريكا وعالمنا قبل كولومبوس فهذه المومياء من أيام السلاجقة فنحن الآن بهذه الآثار نعيد كتبة التاريخ نعم القيمة كبيرة جدا للأثار الأثار ليست من كان في معرض ملابس هي وسائق للأمة هذا الموم جدا عندما يفقد الإنسان بطاقة هويته لماذا يذهب إلى دائرة النفوس؟ لأن دائرة النفوس هي المكان الذي يربط هذا الإنسان بهذا الشعب والأرض وكذلك الأثار الأثار هي سجل الأمة نعم وأمة بلا تاريخ أمة لا تستحق الحياة ومصدر التاريخ المصدر الأساسي للتاريخ هو الأثار فالذي يقتل الأثار هو يقتل الأمة سنناقش أنت أعطيت أمثلة دائما من أمم الأخرى سأسألك بعض قليل حتى المشاهدون لا يتركوننا يبقوا معنا ما هي الأمثلة أو نمازج إسلامية في تاريخ الإسلامي من موميا؟ هل هناك من وضع في موميا في تراث الإسلامي؟ هل هناك أدلة شرعية؟ سأسمع إليك بعد قليل حتى مشاهدون أيضا يراقبون وينتظرون هذا الجواب منك أستاذ عبد السلام أنت أقحمت نفسك وقضيت عمرك في حماية التراث في الحقيقة عندما أقرأ سيرة ذاتية ما شاء الله لم تترك مجالا إلا وقد أدخلت نفسك فيها سواء كان التاريخ القديم التاريخ الوسطى وأيضا تاريخ جنوب الشرق التركية ومنطقة العربية ليس فقط في تركيا لماذا دخلت في هذا المجال؟ ماذا فائدة هذا الموضوع بالنسبة للأمم؟ أشكركم جدا على هذه الاستطافة الكريمة وعلى هذا الأمر الموضوع المهم لهذا العصر الذي تهدم فيها التراث الحضارة والإنساني أن نناقش هذا الأمر لإظهار أهمية التراث الحضارة والإنساني على شاشة التركية الناطقة باللغة العربية الحقيقة أقدر جدا هذا الجهد لكم ولبرنامجكم الكريم طبعا أنا الحقيقة أخترت تاريخ الفنون في جيمة اسطنبول تأثرا بأحداثات الكرام رحمه الله وهو الحقيقة كان قد شاركني للحديث عن موضوع مهم وقال لي إذا أردت أن تختار موضوعا للدكتورة عندما زرته فأن أكتب لنا أو أدرس لنا الأثار التاريخية في العراق لأن تاريخ التركي والتاريخ العثماني جزء كبير منه لا نعرفه نحن فعندما نذهب إلى المملكة العربية السعودية للعمرة أو للحج لا نعرف الكثير عنهم إلا بعض الصور الفتغرافية وجودنا وتراثنا في كثير من هذه المملكة الجغرافية لا نعرفه والحقيقة إذا بدأنا بمسك طرف الخيط هذا سيكون منارا للطريق هذه كانت تصيحة أستاذي رحمه الله وفي ذلك الوقت تابعت ودرست وثقت الأثار العثمانية في العراق في عام 1880 ذهبت إلى العراق ولكن في ذلك الوقت بدأت الحرب العراقية الإيرانية كما تعرفون في تلك الظروف الصعبة استمرت بعمل مستمر على مدى أربع سنوات ونصف ذهبت إلى كل هذه الآثار مثل الإعفر إلى البغداد إلى غيرها ضمن الظروف المتاحة في ذلك الوقت كانت أولا دراسة الدكتورات ثم بعد ذلك نشرتها وزارة الثقافة والسياحة وكانت المنشور الأول باللغة التركية بهذا العمل هذا المنشور أو النشر باللغة التركية الحقيقة له علاقة أيضا بأنه دفعني لدراسة أيضا الأثار في الجغرافية القريبة الدول العربية تحديدا فأيضا مؤسسة التاريخ التركية أيضا إدارتها اهتمت بالوجود أو التراث التركي والعثماني في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأوا هذا المشروع هنا أنا أيضا كانت فكرتي أيضا ربما المحفز لهذه الفكرة وبالتالي هنا بشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا على مدى عشر السنوات تقريبا درسنا وثقنا الدراسة مبدئية عن الآثار التركية والعثمانية الموجودة هناك ولكن لم تتم هذه الدراسة وثم بعد ذلك كثير من المؤسسات الحقيقة أسست لهذا الهدف بهذا الموضوع أنا الحقيقة ضمير المستريح وأنا لدي ثقة أن هذه الدول التي سطرت بينها حدود مصطنعة ربما لن تفرق بينها ولكن نحن جميعا بعضنا بعض أساسنا لهذا التراث منذ دولة السلجوخية والعثمانية ربما هذا التراث الإنساني والحضاري لم يأتي كله لم يبقى كله حتى يومنا المعاصر أنا لا أعرف ولكن ربما عملية النشر سوف تستمر فترة طويلة جدا أنا عندي بعض العنوين أريد أن أتكلم عنها عن هدم هذا التراث الحضاري والإنساني وثقمها بوثائق وما زلنا حتى اليوم نرى هدم محاولات هدم مثلا الزلازل والأفات والكوارث الطبيعية ربما هذا نحن نؤمن به ونحن نؤمن نقرأ بالقرآن الكريم عن هذه الأفات الطبيعية ولكن أكثر من ذلك هناك حروب تهدم التراث والآثار وهناك أيضا الإمبريالية الثقافية هذا ما أسمي الإمبريالية الثقافية التي يحاول البعض أن ينهي الثقافة أو الحضارة الإنسانية لدينا مئات الأمثل على ذلك وأيضا هناك الإهمال وعدم الرعاية هذه الآثار والتراث الحضاري والإنساني أثرت في هجم هذا الحقيقة هذا التراث وبالتالي قبل ذلك قلنا قد تحدثنا عن هذا الأمر مع بعض المهتمين قلنا نجب علينا أن نهتم بهذا التراث الحضاري والإنساني نعيد إحياءها ويكون لدينا دراساتنا العلمية لذلك ولكن الأسم الشديد من ناحية أخرى تحديدا في السنوات الأخيرة رأينا أن هذه الحروب التي تحولت إلى حرائق تقتل الإنسان وتهدم التراث الإنسان والحضاري حتى اليوم اليوم في العراق هناك مدينة أنتكية وأثرية معروفة هدمت ببساطة شديدة جدا بجرد قلم ولذلك هنا نجب علينا أن نسأل لماذا؟ لماذا يريد البعض أن يهدمها؟ لماذا غيرت أمكنتها أحيانا؟ لذا استطعنا أن نضع هنا بعض الأجوبة سوف يكون هذا مهما جدا للحفاظ على تراث الحضاري والإنساني وهنا أريد أن أوضح أيضا أمرا معينا حول هذا الأمر هذه الدراسات كلها نشرت باللغة العربية والإنجليزية والتركية حول الآثار أو التراث العثماني في العراق والآثار أيضا في سوريا ولبنان والمصر أيضا ولكن كثير من الكتب والمقالات وهذه اللغات الثلاث ونحن لا نتكلم فقط عن كتابات ولكن أيضا الجامعات المختلفة في كثير من الدول العربية والإسلامية أيضا فيها بعض هذه الكتابات أو المقالات أو الكتب وبالتالي ربما يجب علينا أن ننقل هذا الأمر من النقاش العلمي إلى اهتمام شعبي معين في الشارع للمواطن حتى يهتم بهذا التراث أجزاء المشاهدين أنا أمام الأمالقة هؤلاء فئلا قضوا أعمارهم في هذا المجال أعتقد سوف نستفيد كثيرا هذه لنا أستاذ خالد الآن أنا فهمت لماذا التراث خطير جدا قال الأستاذ انتلاقا من كلمة الأستاذ أن التراث لا يعترف بالحدود تحافظ على الثقافة المشتركة بين الشعوب ولا تعترف بالحدود مصطنعة بين اللبناني أراقي سوري تركي وما إلى ذلك لذلك لا بد أن يدمر هذه الآثار التاريخية حتى لا تبقى هناك أي آثار التي تؤثر على أجيال القادمة أنا فهمت في هذه الهلقات جدا هذا الموضوع خطير لكن أنا أسألكم شيئا أنا عندما درست سيرة ذاتية لحضرتك فهمت أنك رجل مناضل لحماية آثار تاريخية والذي قضية في لبنان وفي خارج لبنان ما هي قصة آثار التاريخية في ترابوس التي أنت من أجلها تناضل كثيرا وكانت فيها مظاهرات كثيرة نعم طبعا يعني أنا انطلاكا من ما قاله حضرة البروفيسور نحن أطلقنا ومنذ فترة قريبة عملية أحصاء الآثار العثمانية والتركية في العالم العربي بالتعاوم مع اتحاد المدن التاريخية التركية في تركيا الذي تبنى مشكورا إطلاق هذه الخطوة ليبلغها للإعلام التركي ولكي نجد المساندة من الحكومة التركية لإجراء هذا الأحصاء لماذا هذا الأحصاء ضروري؟ هو ضروري لتسبيت التراث المشترك فيما بيننا وهو تراث يعود إلى تاريخ عريق دام أكثر من 700 عام فالعلاقات التركية العربية ليست فقط علاقات عثمانية عربية بل هي تتجاوز ذلك إلى الفترة الصلجوكية وإلى الفترة المملكية فكل الحقابتين المملكية والصلجوكية هي أيضا من الحقابات التركية فلذلك كل هذه الأثار العمرانية التي تساوي خدمات يعني كل مبنى معماري متروك في واحدة من هذه الدول أو هذه المدن في العالم العربي أو غيرها هي تساوي خدمات أقامها هؤلاء الصلاطين أو الوزراء أو غيرهم من أصحاب الخير ليقدموا خدمة لهذه الشعوب يعني على سبيل المثال نحن عندنا في لبنان الكثير من المعالم التي تركها السلطان عبد الحميد رحمه الله فقط منها مثلا مصلحة المياه في بيروت منها المباني الإدارية منها المدارس ومنها الأثار العثمانية في طرابلس فقط يعني للتعريف لماذا التراث عالميا يعنينا وهذا جوابا على سؤالكم طبعا اتفاقية البندقية للتعريف بالتراث العالمي كانت واضحة في أن أي تراث يشكل قيمة تاريخية للإنسانية يعد تراثا عالميا محميا بالقانون فليس فقط التراث الفرعوني الفراعين الذين بدهائهم بنوا تلك الأهرامات المعجزة فإن هذا التراث لا ينتمي فقط للشعب المصري بل هو تراث يختم البشرية جمعا لأنه يؤرخ لنا أن البشرية في يوم ما وصلت إلى هذه المرحلة من العبقرية ومن التقنية كذلك الأمر يعني تراث في أي نقطة من العالم نأتي على قضية يعني التراث في لبنان كما تعلمون هو عانى من الحروب الكثير لبنان يعني مرت عليها عشرون عاما من الحرب الأهلية أضف إلى يعني ضربات من الاحتلال الإسرائيلي فشهد كل أنواع التخريب التي عددها الدكاترة من يعني تخريب مباشر من الحرب أو يعني من القصف ومن التدمير أو من تخريب البشري عندما عمد الناس إلى فكفكة قطعة أثرية أو صرقة الأثار والإتجار بها إلى الحفريات الأثرية غير القانونية وإلى أيضا المتاجرة بها وصولا إلى شراء الأبنية الأثرية وتدميرها لبناء أبنية بطنية مكانها وكان إحدى تلك الأمثلة ما أصاب وسط طرابلس العثماني والذي نسميه ساحة التل عندما يعني هؤدمت في الستينيات القرن الماضي العديد من الأبنية العثمانية في هذه الساحة التي أسست في عهد التنظيمات العثمانية حيث فقدنا المدرسة الرشدية والمدرسة السلطانية ومبنى البريد والتليغراف والمصرف العثماني والبلدية الأولى وأيضا المخافر العثمانية وتوجت بهدم السراء العثمانية التي كانت مركز الحكم وتتوسط ساحة التل عام 1969 وتزامن ذلك مع هدم السراء العثمانية في عدد من المدن اللبنانية منها في العاصمة بيروت وهي التي قد أعطت اسمها لساحة بيروت الرئيسية ساحة البرج فهذا الهدم طبعا كان مبرمجا وكان متعمدا يعني هم لا يذكرون ذلك في التاريخ يقولون كان بسبب أمور إنشائية لتوسعة الساحات وغيرها لكن الهدف كان بسبب عدم قبول البعض بهذا التاريخ القريب بأنه كان تاريخا مهيمنا ويعتبره احتلالا رغم أن لم نشهد مثلا إزالة أسماء جنرالات الاحتلال الفرنسية عن شوارع بيروت فلتزال عاصمة بيروت يعني كل شوارعها تحمل أسماء الجنرال فوش واللمبي وبيكاديلي وغيرهم يعني أكثر من عشرين وفردان وجوروك وفوش الكثير من الأسماء لتزال قائمة فإذا نحن نرفض الاحتلال أو الحقبات التاريخية التي مرت علينا أن نرفضها جميعا وليس أن نهدم هذه المعالم ومؤخرا يعني فرضت السلطة المركزية مشروعا على وسط طرابلس يقضي ببناء موقف للسيارات في مكان هذا السراي العثمانية تحت الأرض من أربع الطبقات ومن دون أي جدوى إنمائية أو من دون وضع خطة استراتيجية لتنمية هذه المدينة التي عانت طويلا من الحرب فهنا انتفض الشارع الطرابلسي وانتفضنا يعني معهم كأخصائين في هذا المجال أن هذه الساحة تأسست في محيط هذه السراي العثمانية فنحن بحاجة إلى أعادة إحيائها من جديد لتفرض مكانها وطرابلس طالما لقبت بمدينة العلم والعلماء فنحن بحاجة لمركز للثقافة والمؤتمرات يكون فيه مدحفا لذاكرة المدينة وتقدمنا كبلدية طرابلس بطلب من الحكومة التركية لتبني هذا المشروع إلا أن لا يزال هناك صراع بين السلطة المركزية في بيروت التي تريد فرض هذا المرآب على المدينة وبين المطلب الجماهيري لإعادة بناء هذه السرايا وإن نشهد في الفترة الأخيرة عملية موائمة بين المشروعين وهي غير منطقية وغير تخطيطية وغير عمرانية إلا أننا لازم لنتطلع إلى الحصول على الهبة من الحكومة التركية لأننا في النهاية ماذا نهدف؟ نهدف إلى إعادة إحياء هذا التراث المشترك بعد مئة عام من الانقطاع نسبت هويتنا بأننا نعم نحن في منطقة شرق الأوسط لنا تاريخ متداخل لنا عادات متداخلة لنا علاقات قربة تجمعنا وقبل ذلك لدينا أيضا دين يجمعنا في هذا الخضم من تدمير المعالم الأثرية في كل أنحاء العالم العربي سواء بالحروب أو سماء من قبل الحكومات كما حصل في السعودية مثلا من تدمير الكثير من معالم العثمانية ومنها قلعة أجياد نجد أن الناس بدأوا يعون أهمية هذا التراث وهم يطالبون الآن تركيا بأن تساهم معهم في إعادة كتابة التاريخ العثماني من جديد لذا نأمل فعلا من الحكومة التركية أن تستمر في دعمها لهذا المصار شكرا أستاذ يحيى سأستمع إليك لأن المشاهد ينتظر منك جوابا شرعيا بالنسبة لممية إسلامية إن صح التابير هل هناك أمثلة من القيادات بالسلاطين أو من الأئمة الذين عمموا كيف يقلقهم وضعوهم في الممية هذا أولا ثانيا ظهرت في منطقة العربية خاصة في منطقة العربية بعض الجماعات ما تسمى بجماعات المصلحة وما إلى ذلك تدمر كل حجر متعلقة بالتراث وإذا ناقشت معه يحاولا يدلله بدليل شرعي هل لديهم أرضية شرعية في تدمير التراث على الأقل في الثقافة الإسلامية الآن هذول موضوعين صار الموضوعين الموضوع الأول الممياء نحن نقلنا الممياء الحقيقة من قضية أنه هي الممياء الجسد الذي كان يسعى إلى الخلوج لأنه كان يظن أنه آلهة إلى أنه استخدمنا هذا المحلول اللي هو محلول للراتينج في دوكوز الينفرسيتي في إزمير في مشروع استغرق سنتين ونصف مع البروفيسور حسن في تشيغلو فنحن استخدمنا هذا المحلول على الفئران وأثبتنا أنه يسرع في التئام الجروح المزمنة وحصلنا على خمس معادلات رياضية في شيء اللي اسمه مصطلح البلاد فاكتورس فهذا وصلنا إلى نتيجة أنه ممكن استخدام هذا المحلول في تسريع التئام الجروح في حالات الحروب وفي حالات الحروق وفي حالات الأمراض المزمنة اللي هي زي المصابي بالسكر استنادا إلى هذا العمل عملنا مشروع آخر في جماعة الملك عبد العزيز مع البروفيسور حسن الزهراني والبروفيسور عبد المنعم الحياني ثلاث سنوات على تحنيط النسيج الميت عند مرضى القرقرينة هذه معلومات فنية جدا دقيقة نعم فهذا الحقيقة نقلنا الممياء إلى عالم آخر ونشرنا هذا البحث في أمريكا في مجلة طبية وعملنا أكثر من مئة حالة وخاصة أنه بعض الحالات لا يمكن تخديره حتى تبتر له الجزء المصاب فالحالة الواحدة أنه تحنيط له جزء الميت طيب بالنسبة لما يذمرون الآثار التاريخية نعم هذه جريمة لأن الآثار هي وسائق الآثار هي وسائق تحفظ حقوق الأمم أعطيك مثال أنا أتكلم بأمثلة غير معروفة يا سيدي الكريم في أستراليا شمال مدينة سيدني على بعد مئة كيلومتر في منطقة اسمها هانتر فالي يوجد كهف هذا الكهف في داخل هذا الكهف يوجد رقمين يعني لوحتين جداريات مكتوبات بالهيروغليفية القديمة جاء العالم راي جونسون وترجم هذه الأرقام المكتوبة يعني شيء غريب أنه يوجد هيروغليفية قديمة تعود إلى أربع آلاف وخمسمائة أربع آلاف وثلاثمائة عام أو أربع مئة عام في أستراليا وإذ هذا النص اللي في الإنجليزي في اللغة الإنجليزية يتكلم عن حفيد خوفو واسمه جدس أب ويقول بأنه بقي لموسمين تو سيزونز يعني سنتين يبحر غربا هو يبحر غربا يعني قادم من وين من القارة الأمريكية حتى وصل إلى هنا أمره فرعون أن يحضر الحشرات اللي هي للراتنج وقتل هناك فأنت تعرف في التاريخ الاستعماري حيث يصل الاستعمار أول مرة إلى الأرض الجديدة ويضع عالمه تصبح ملكه الآن من حق الشعب المصري أن يطالب بحقوقه في أستراليا لأنه يوجد في أستراليا وثيقتين تعودين إلى عهد خوفو وتقول بأنه كان عائد من أمريكا فهذا شيء مهم جدا فهذه هي عمية التاريخ الذي يدمر التاريخ يدمر حقوق الأمم طيب شكرا أستاذ عبدالسلام أنت تخصصت في آثار أثمانية والسلتوقية في منطقة أراق وفي سوريا الآن هذه الآثار التي قد درست وتعمقت فيها وقضيت أمرك في رسالة الدكتورة تدمر واحد تلو أخرى طيب كيف تقرأ ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام قبل أن أذهب إلى بغداد في ربما هذه المناطق التي رويت عنها قصص ألف ليلة وليلة وعاش فيها هارون الرشيد وغيرها يعني ما ذهبت إلى هناك حتى لو لم أرى كل هذه الأمور كنت أعيش على أمل أن أرى بعض هذه التراثة وهذه الآثار الباقية للأسم الشديد لا وجدت الخليفة ولا وجدت بغداد هارون الرشيد ولا وجدت الآثار العثمانية أو الدولة السلجوقية في تلك مناطق ما حاولت أن ألخصه قبل قليل هو أنه كان هناك حرب عراقية إيرانية ولذلك ضمن هذا الدمر وخلال الدمر الذي سببت الحرب رأينا تهدم هذه الآثار بدأت بالعراق ثم بعد ذلك انتشرنا إلى تقريبا كل الجغرافية العربية ونظرنا أن في معهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك المسجد النبوي بني ثم بعد ذلك كان هناك مساجد صغيرة جدا بنيت على هذه الخلفاء الراشدين ولكن بالمعنى المعماري الأثار المعمارية التي تبقى هي ربما بدأت في العهد الأموي أو العباسي ولكن تحديدا تورولبي الذي أتى إلى بغداد وربما بطريقة بأخرى أعلنها عاصمة الاستلمة السلجوقية في ذلك ربما نرى أن التاريخ هنا انعطف وتغير هنا بغداد التي أصبحت عاصمة للدولة العباسية ربما انتهت أو تدمرت ثم بعد ذلك سوف نرى هذه الدولة العسل الجغيرة التي تركت بصمة معمارية واضحة في كل الأندول لنسو الشديد في عام 1258 بالغزو المغولي تدمر الكثير من هذه الأثار أولا نتكلم عن الكتب من بغداد التي رميت في نهر دجلة وحرقت ثم بعد ذلك كثير من المساجد في أواصل القرن الثالث عشر هدمت أو حرقت وبالتالي هذا أكثر هذا أبعد من مجرد كوارث طبيعية هذه أرثار دمرت بيد الإنسان بعد ذلك بقرون سوف نرى في عهد سلطان سليمان القانوني مثلا الشاه إسماعيل في ذلك الوقت وبدوافع تعصبية مذهبية معينة ربما سوف نرى أن كل هذه الأسماء المقدس أو المحترمة في المذهب السني مثل أبو حنيفة نعمان مثل الغيلاني وغيرهم خرب أضرحتهم وقبورهم لذلك لنقول أنه لم يكن مسلما أو المغول لم يكن مسلمين ولكن هنا الشاه إسماعيل ربما يرفع شعار الإسلام الذي ضمن هذا الإسلام الذي فيه مساجد ويذكر فيه اسم الله لا نستطيع أن نفهم كيف مسلم يمكن أن يهدي مسجدا ويحرقه هذا ربما ليس فقط بالصراع السني المذهبي أحيانا نفس الأشخاص من نفس المذهب أحيانا ضمن صراعاتهم يدمرون ويحرقون قصور بعضهم البعض ومساجد بعضهم البعض وآثار بعضهم البعض وبالتالي هذا يقول لنا أن جزء من نفس ربما الإنسان ربما عندما يضمر الشعور بالخير والرغبة بالخير ستحاول إنسان لمدمر التراث داعش الآن يدمر التراث والتاريخ بكل تأكيد هذا ما كنت أريد أن أصل إليه الآن أيضا تنظيم دولة داعش صعب أن أعتقد أنهم يتحركون بدوافع إنسانية صعب أن نتصور أن إنسان عادي طبيعي يمكن أن يفعل ذلك هذا المراث الإنساني الحضاري هو لنا جميعا ملكنا جميعا وبالتالي هنا الهدف ربما عندما تهجم تماثيل معين أو تراثا معينا بأمر إلهي هو الحقيقة أنا أعتقد أنه تفريغ لحقد أو عقد نفسية أو تمظهر للرغبات الإمبريالية الغربية وبالتالي هنا ليس هناك ما يمنع في الإسلام من بقاء هذه الآثار هنا هذا الحقد هذا العقد الحقيقة الموجودة داخل الإنسان ربما تحاول أن تقضي على عقلية ومنهجية معينة في التاريخ ليس فقط هذا المتاحف هذه التي دمروها والأثار التي بنيت فيه عصور صحيقة الآن جمعها بهذه الطريقة متحف بغداد اليوم لأسف الشديد بعد الاحتلال الأمريكي أيضا بدأ بالانهيار أو بالتغيب أو الاندثار الآن تحديدا موصل وما جاورها من مناطق فيها غنى وثراء حضاري معين منذ دولة السلجوقية أيضا كل هذه الآثار رأينا أنها نقلت إلى هناك ولكن الآن نعرف أن هذه الآثار أغلبها لم يعد موجودا عندما نقول لم يعد موجودا بعضها فرغ من المتحف وذهب به إلى بعض المتاحف الأمريكية بعضهم لم يستطيع أن يحملوه ووصل لدهنجة لا يستطيع التعرف عليها ما أحاول أن أقوله اليوم هو أن هذه الآثار التي دمرت بغض النظر عن مصادرها من أي عصر والأي عصر تعود من الدول والحضارات المختلفة نرى لكلها تدمر الآن وهذه الحقيقة وحشية ربما الحقيقة نحن كبشر نحزن وننزعج لتدمير هذه التراثات اليونسكو كما تعرفون لديها قائمة بالتراث الإنسان والحضار فيها هناك لجنة معينة ولكن الأسم الشديد قبل سنتين كان هناك لجنة معينة من اليونسكو قبل سنتين ولكن الأمريكان لم يسمحوا لها بأن تأتي إلى العراق وتبحث فيه ما بقي من هذا التراث الحضار والإنسان ولذلك لأننا لا نعرف الكثير عن هذه الآثار ربما أنا أعتقد أنهم لم يريدوا لنا أن نعرف ما الذي حصل لكل هذا التراث أو الآثار أنا رأيت في سؤالكم أستاذ عمر أيضا أمرا آخر أنا بعيني مثلا حلب أو الموصل أو أي دولة مثل الغزعان تاب أو أضنى أو غيرها في الأنطول كلها متشاهبة نسبة لي لا فرق بين هذه و تلك فالأرصفة التي في الشارع الحجارة التي في الشارع والقباب على المساجد الحقيقة عندما أنظر لهذا الميراث العمراني والإنسان أرىها متشابهة هي نفسها في كل هذه المدن العربية والتركية وبالتالي ما بقي من هذا التراث يرينا أن هذه الآثار التي أتت من العهد الأمو العرباسي تقريبا اندثرت كلها لم يبقى الحقيقة الكثير ما الذي بقي؟ البقي بقي من عهد الاستلجوق العهد العثماني ما زلنا الآن نرى في القاهرة هذه الآثار العثمانية والسلجوقية وليس فقط في تركيا أو مصر في دول البلقاني اليوم الحقيقة أيضا نرى هذه الآثار الكثيرة كلها آثار عثمانية هذه آثار أجدادنا تاريخنا نحن هنا لا نظر للأمر من ناحية عرقية أو إثنية معينة أو قومية معينة نحن نتكلم عن هذه الشعوب القوميات والحضرات التي تشرفت بالإسلام وبالتالي هذه كلها آثار إسلامية عندما نتكلم عن مسجد أو مدرسة سلجوقية سوف نرى أنها موجودة في إفريقيا في إيران في الدولة العربية في البلقاني هي نفسها الخدمة هي نفسها الدلالة هي نفسها خدمة الناس هي نفسها والفلسفة هي نفسها وبالتالي الآن مثلا الإمام يحيان القاسم ضريحه مثلا أو كلية إحدى الكليات في الموصل وغيرها وبعض المساجد في الموصل ولكن هذه التي يسمونها داعش اليوم تأتي الآن تفجر الأضرحة تفجر المساجد صعب أن نفهم ذلك أو نتفهمه ونقبله وبالتالي فأن هذا الميراث للحضار والإنسان وتحديدا الآثار الإسلامية التي صنعت طالما للرضى الله وخدمة لعباده الحقيقة يجب أن تستعمل خدمة لهذه الأهداف وبالتالي هنا بهذه النوع من برامجكم مثل برامجكم دكتور أستاذ عمر الحقيقة يجب علينا أن نركز على هذا المعنى يجب على كل الباحثين هنا والأكاديميين أن يعملوا بعضهم البعض أن يؤسسوا لعمل توثيقي ويساعدوا بعضهم بعض لتوضيح هذه الفكرة أستاذ خالد عندما احتلت الأمريكان راق لم يسهبوا إلى مراكز العسكرية ولم يسهبوا إلى مراكز الشرطة ليدمروا البلد بل ذهبوا مباشرة إلى مؤسستين المؤسسة الأولى المتحف ذهبوا إلى المتاحف والثاني ذهبوا إلى المكتبات العربية ولم يتركوا شيئا فيها يعني سرقوا أو أخذوا أو نقلوا كل أثار الأساسية تاريخية إلى أمريكا بل جزء منها متعلقة بإسرائيل سلمه لإسرائيل خاصة عندما وجدوا أقدم كتاب في التوراة فيما يتعلق بكتاب المقدس ما يسمى بالتوراة في الأراق سلموه لإسرائيل الآن التراسل وثيقة تاريخية لديانة اليهودية الموجودة في الأراق موجودة في إسرائيل إلى هذه الدرجة إذن نحن أمام قضية حساسة نفس الشيء يقال تحدث في إسرائيل يعني عندما يحتلون إلى مناطق مؤينة يغيرون الصورة الأساسية للمدينة معالم الأساسية للمدينة حتى لا تبقى هناك هل يمكن أن تتحدث لنا خاصة فيما تجري في إسرائيل بالنسبة لآثار تاريخية يعني طبعا إسرائيل دمرت ربما أكثر من 40% من الآثار الإسلامية وأيضا المسيحية الموجودة داخل إسرائيل وهذا داخل فلسطين المحتلة وهذا ما أثبته يعني العلماء الذين يقيمون في الداخل الفلسطيني ويقومون بتوثيك هذه المعالم وطبعا كلنا نعلم أن أعمال الحفر جارية تحت المسجد الأقصى وقبة الصخرة بحثا عن هذا الهيكل المزعوم وما تؤدي به هذه الأعمال التي يقومون بها من حفر من تأثير على أساسات المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالرغم من أن كل ما اكتشفوه من عقود وممرات ودهاليز أسفل هذه الأبنية لا تؤرخ إلى أنها تعود إلى حقابات مقبل الإسلام بل كلها كانت جزءا من عمارة المسجد الأقصى كما يبدو من تماسكها مع المباني الواقع فوق الأرض ووجودها كممرات وأيضا بعض منها كانت أقنية للمياه طبعا تحدثت منذ قليل عن عملية تهويض القدس بهذه الطريقة وعن تدمير الأثار الإسلامية فيها وهذا طبعا ليس بغريب على الصهايين الذين عمدوا أيضا إلى تدمير هذا التراث في الجنوب اللبناني فعندما دخلوا واحتلوا جنوب لبنان قاموا أيضا بصرقة الكثير من الأثار وسحبها إلى الداخل الإسرائيلي ومنها الكثير من النوويس والقطع الأثرية من منطقة صور وجوارها كما أنهم حتى توجهوا إلى بعض المقامات الدينية التي يعتبرون أن هؤلاء الأنبياء يمطون لليهود بصلة مباشرة كالنبي هارون أو النبي شمع أو غيرهم وقاموا بفكفكة حتى الكتابات التاريخية الموجودة على عتبات هذه المقامات وقاموا بصرقتها وما ما استطاعوا صرقته قاموا بتدميره وكم فقدنا من معالم أثارية في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة على لبنان طبعا هنا يأتي دور الأونسكو التي تعلن بعض المواقع على لائحة تراث العالمي كي تجنبها هذه الحروب ولكننا لا نجد فعالية منظمة الأونسكو في كل الأماكن بشكل متساون فمثلا عندما قام طالبان بتدمير تمثالي بوذا في أفغانستان وكان تدميرهم ممنهجا طبعا هو معاد للتراث ولكنه كان يهدف بشكل سياسي إظهار بأنه عندما سيتم تدمير هذين التمثالين وهما ينتميان إلى التراث العالمي بضخامتهما وبأنهما مسجعا على لائحة التراث كان يهدفان إلى لفظ النظر إلى أن الناس والعالم سينشغل الآن والرأي العام بتدمير هذين التمثالين بينما عندما يموت ألاف السكان وألاف المواطنين وألاف الأطفال ومنهم بالألغام التي لا تزال حتى يومنا هذا تنفجر في سكان أفغانستان لا يتحرك المجتمع الدولي ولا تتحرك المنظمات الدولية ولا تحرك ثاكنا فهذا ما هدفه طالبان في أفغانستان وعندنا في منطقتنا في الشرق الأوسط عندما تستهدف المدن والمواقع الأثرية المسجعة على لائحة التراث لا نجد سوى مطالبة من قبل منظمة الأونسكو تحييد هذه الأماكن أو تجنيبها ولا نجد أي قوانين صارمة أو أي عقوبات صارمة أو أي تحرك دولي لتجنيب هذه المناطق هذه الحروب وأكبر دليل ما حصل في مدينة حلب التي خربت بشكل شبه كامل بسبب هذه الحرب الطاحنة القائمة هناك وبسبب القصف العشوائي الذي طالها حيث هدمت أجمل وأقدم منارات الإسلام وهي مأزنة الجامع الأموي في حلب ولم نسمع من منظمة الأونسكو سوى استنكارات وبيانات وأحصاءات تثبت عدد المواقع الأثرية المسجعة لائحة التراث العالمية التي تهدم في سوريا من دون أي مبرر وكذلك الأمر نحن نشهدها اليوم في العراق فأين المجتمع الدولي ليتحرك؟ كما تحركوا عندما دمر طالبين هذين التمثالين الضخمين واجتمع المجتمع الدولي وخصص صندوقا دوليا لإعادة بناء هذين التمثالين بكل القطع والفتفيت التي انفجرت وتحولت إلى ركام ليعيدوها إلى مكانها في هذين التمثالين لماذا لا نرى هذا التحرك في منطقتنا؟ طبعا الإجابة واضحة وهنا ضرورة أن نكون نحن الأوعى في حماية هذا التراث ها هي كنيسة السيدة العزراء في حمص قد تدمرت بالكامل ونحمد الله بأن الكهنة في الكنيسة تمكنوا من حفظ ظنار السيدة مريم الذي كان يعتبر قطعة أثرية نادرة وهي قطعة من حزام السيدة مريم العزراء كما يقال وتمكنوا من حفظه فها هي يعني ليست فقط المعالم الإسلامية بل أيضا المسيحية تهدم ولم نشهد هذه الأمور طيلة الحقبات الماضية يعني عندما دخل المسلمون هذه المنطقة وكانت بيد البيزنطيين بقيت كل المعالم البيزنطية قائمة ربما يعني عدد كبير منها تدمر بفعل الزلازل التي كانت تضرب المنطقة في العصر البيزنطي ولكن ها هي مثلا دير سانت كاترين في سيناء مصر في جبال الطور لا تزال قائمة وفيها أيضا رسالة أمر بكتابتها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام عندما دعا الروم إلى الإسلام ووصلت إلى سانت كاترين ولا تزال محفوظة في الداخل وهذا فيه دليل على أن حتى الإسلام كان يسعى إلى الحفاظ على التراث لكن التدمير الذي نشهده اليوم هو لا يمط بالإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد كل هذه المعالم وحتى اليهودية منها بقيت في الحقبات الإسلامية موجودة ومصانة وربما أعيد استخدامها بوظائف جديدة فهنا نرى مساجد بنيت داخل معابد الكرنك في أسوان لم يكن المصريون أو المسلمون المصريون بهدم هذه المعابد نجد أن المعمار سنان عندما بنى جامعه الشهير جامع السليمانية أمر بإتيان أربعة أعمضة ضخمة من الأعمضة الرومانية المنتشرة في أنحاء الدولة العالية العثمانية ليثبت عليها القبة الضخمة فأتي بأحد من هذه الأعمضة من مدينة بعلبك من لبنان حمل من بعلبك وصولا إلى السليمانية وعمود آخر من الإسكندرية في مصر وأخرين من تركيا فإذن مبدأ الحفاظ على التراث بشكل رسمي لم نسمع عنه سوى في نهاية في منتصف القرن التاسع عشر أو بدايته في أوروبا وقبل ذلك حتى الأوروبيون لم يكونوا يقومون بالحفظ التراث لم نشهد مثلا متاحف في أوروبا في القرون الوسطى لحفظ الأثار الرومانية وغيرها كل مبدأ الحفاظ على التراث بدأ متأخرا ولكن في منطقتنا كنا نقوم بحفظ هذا التراث بشكل غير تلقائي لأنه كان مدموجا بثقافة هذه الشعوب فالفن الأموي الذي تحدث عنه أستاذنا والفن العباسي ارتكزا بشكل واضح على العمارة الساسانية وعلى العمارة البيزنطية وهم لم ينكروا ذلك بل حتى اعتمدوا على البنائين البيزنطيين في بناء معالمهم وهذا واضح في الجامع الأموي وفي كبة الصخرة وفي غيرها من المعالم وأعيد استخدام العناصر المعمارية البيزنطية وغيرها بطرق مختلفة فهذا يثبت على أن التراث هو هوية هذه المنطقة إن كانت هذه الهوية إسلامية أو مسيحية ومن أي حضارة فهي حضارة مرت على هذه المنطقة فيجب تثبيتها في مكانها ويجب الاعتراف بها وهذا ما ينكره الصهاين واليهود والأمريكان عندما قاموا بحرق هذه المكتبات في العراق وأنا أذكر تماما عندما حرقت مكتبة الأوقاف تماما كما فعل الصليبيون عندما دخلوا منطقتنا تحت شعار ديني وقد اعتذر البابا يحن بولو الثاني عن هذه الحملات واعترف بأنها ليست حملات صليبية بل كانت حملات هماجية هدفها السيطرة على خيرات هذه المنطق وقاموا بحرق كل التراث الموجود في هذه المنطقة ومنهم في مدينتنا طرابلس حيث كان فيها مكتبة دار العلم الشهيرة التي كانت أكبر مكتبة في التاريخ تحوي أكثر من ثلاثة ملايين كتاب مخطوط أدرم بها النيران الصليبي نعم شكرا عزيزي المشاهدين نحن في هذه الحلقة نناقش أثر الحروب على التراث الحضاري والإنساني بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الموضوع بعد فاصل قصير سنعود إليكم ابقوا معنا عزيزي المشاهدين عدنا إليكم من جديد لمناقشة أثر الحروب على التراث الحضاري والإنساني الآن أتوجه بسؤال إلى أستاذ يحيا أستاذ يحيا خاصة عراق والسورية كان مركز لحضارة الإسلامية طول التاريخ عندما بعد الفتح الإسلامي عاش فيها الصحابة في العراق وفي سوريا وعاش فيها الفقهة وعاش فيها الصلحة وعاش فيها الأمراء طول التاريخ لم نجد أنهم دمروا هذه الآثار التاريخية سواء كان رومانية أو آثار قبل الإسلام كل حضارات الموجودة مثل الزردشتية وما إلى ذلك لكن اليوم نجد بشكل واضح أن باسم الإسلام يدمرون هذه الآثار التاريخية من أين لهم مرجعية دينية لتدمير هذه الآثار التاريخية؟ أستاذ عمر بالنسبة للذي تفعله داعش الحقيقة لا علاقة له بالإسلام إطلاقا لو لاحظت داعش تتعمد الاستعراض بقدر ما تتعمد الوحشية يعني هم حريصين على الإخراج والتصوير والاستخدام طريقة سينمائية في طريقة الزباح والتدمير حتى يدمروا متحف الموصل بدون أن يصوروا لماذا تعمدوا أن يصوروا وينزلوا الصور على طول في اليوتيوب والإنترنت؟ هؤلاء عندهم رسالة عملية الاستعراض هذه يعني مثلا بشار أسد قتل الذي يشاهد هذا الفيلم في الغرب أو في الشرق في فكرة عن إسلامها سأشرح الموضوع بشار أسد قتل إدعش ألف إنسان تحت التعذيب وما استعرض ولا نشر ولا صورة ولولا إنه واحد من داخلهم ونشرها لم أظهرت في حين هؤلاء ارتكبوا جرائم لا تقارن هم أقل بكثير هي وحشية ولكن من حيث الكم لا تقارن ببشار أسد لكنهم يصورون بنفس اليوم هؤلاء يعملون رسالة الرسالة هي كالآتي إما الأسد أو داعش ولاحظ الاستراضي يكون باللغة الإنجليزية فهذه الرسالة موجهة لمن؟ موجهة للغرب فالغرب عندما يرى داعش يقول لا لا خلينا في الشيطان الأصغر وبلس الشيطان الأكبر فيعني الشيطان حتى يجمل نفسه يحتاج تصنيع شيطان أكثر قبحة منه حتى يبدو هو جميل فالحقيقة داعش هي الشيطان المصنع وهو الأقبح الذي يبدو أنه أقبح فهو رسالة موجهة إلى العالم الغربي تقول هذا هو الإسلام وهذا هو البديل عن بشار أسد واضح وقد نجحوا إلى حد كبير نجحوا إلى حد كبير موقف الدول الغربية تغير بعد هذه الحادثة صديق فرنسي قال لي قال لي يحييي أنا أقول لك بصراحة أن الناس الآن تفضل بشار أسد على داعش صحي فهي داعش مصنوعة يعني لو أنت بحثت في تفاصيل داعش من هي داعش داعش مخابرات روسية ومخابرات أسدية ومخابرات وقيادات حزب البعث القديم ومغفلين الذين يركبون السيارات الانتحارية وفجرون هؤلاء هم أصحاب أيديولوجي نعم ولكن لحظ لماذا لم تسبح داعش ولا واحد من الإيرانيين هذا سؤال مهم جدا لماذا تعمدوا تدمير متحف الموصل لأن الموصل ونينواء كلها لها رمزية عند إيران عند الفرس لأن آخر معركة سحق فيها الجيش الفارسي قبل الإسلام كانت في نينواء لم يدمروا متحف الموصلين تعرف القرآن الكريم ذكر هذا غلبة الرمو في أدى الأرض هذا كان في 622 في فلسطين ثم بعد ست سنوات استطاع هرقل أن يتحالف مع الخزر فشكلوا جيش هجم على دولة فارس من الشبال وهو حشد كل قواته في نينواء فتفرق الجيش الفارسي إلى كتلتين وتم سحقه في نينواء في الموصل ولم تكن قائمة لدولة فارس بعد معركة الموصل لأنه جاء خالد بن وليد مباشرة بعدها وصارت الفتوحات الإسلامية فلذلك حقيقة الموصل لها رمزية في بلاد فارس وداعش تقوم بتوصيل رسالة هؤلاء لا على قدرهم بالإسلام ما يفعلون لا على قدرهم هم يقتلون المسلمين هم يذبحون أهل سوريا الجيش الحرم أنهم مسلمون موحيدون يصلون ويذبحونهم لماذا؟ فالعملية رسالة واستعراضية وباللغة الإنجليزية موجهة للعالم الغربي تقول عليكم أن تختاروا بشار وإلا فالبديل هؤلاء شكرا أستاذ عبد السلام أنت كنت تقول كلاما خطيرا فيما يتعلق بالتراس الإسلامي والحضارة الإسلامية الآن عندما تنظر إلى آثار التي كنت قد زرته وسجلته غالبا تهدم لا يوجد هناك حل لإيقاف هذه المذابق التاريخية والتراسية؟ في الحقيقة إننا نحتاج إلى بصيرة وعقل لإيقاف هذا الهدم للأسف الشديد هذا يعني أنه لم يبقى بصيرة ولا حكم ولا عقل هؤلاء يهدمون ذلك عن علم وعن صبق إرادة كما قال الأستاذ قبل قليل هؤلاء الحقيقة هذه الأعمال لا علاقة بأوامر الإسلام أو بالإسلام كما أنهم يقتلون الناس يقتلون البشر وتحديدا هنا أيضا بنفس الطريقة يهدمون التراث الإنساني أنا لا أعتقد أن معظمهم حتى مسلمين أي شخص يحمل الهم الإسلامي والحساسية الإسلامية لن يقدم على جريمة بهذه البشاعة الحقيقة وقم قال الأستاذ قبل قليل هذه الآثار ما زالت موجودة منذ مئات السنوات مثل أيضا الرسومات وبعض التماثيل والموزيك والفسيفسان موجودة منذ مئات السنوات في أيصوفي أو في غيره لماذا لم يزيلوها أو حتى في الموصر أو في بغداد وغيرها لماذا لم يزيلوها أجدادنا أهدفهم ليست خدمة الإسلام المناسبة للإضافة ربما تبني على هذا كلام الأكثر بالنسبة لما حدث في أفغانستان في الحقيقة بالنسبة لي شخصيا مهم جدا لأن حانتينغ تونغ يقول في كتابه المشهور صراء الحضارات أن في مرحلة القادمة ستكون فيها تحالفات بين المسلمين والبوذيين لم تكن هناك مشكلة في التاريخ بين المسلمين والبوذيين في صراء بين المسلمين والآخر لكن بين البوذيين والمسلمين لم تكن هناك صراء لكن بعد أن صنعوا عملية إرهابية لهذه العمال لبوذة في أفغانستان مع أن هذا الصنم كانت موجودة في أفغانستان مع الأفغان أكثر من آلاف سنة الأفغان لم تتدخل في تدمير هذه الصناعة بل أنا سمعت بنفسي من قام بتدمير هذا المكان غير الأفغاني وبعد هذه الحادثة بدأ البوذيون يقتلون المسلمين في برما بدأ البوذيون يحرقون القرآن في تايلاند يعني بالمقابل واستطاعوا أن يدمروا علاقات طيبة بين البوذيين والمسلمين نعم نحن نكرر مرة أخرى نفس النقاط هذه الإسلاموفوبيا أو العدوانية الإسلامية المستهدفة من هذه الأعمال يريد أن يقول لهم المسلمون لا يحترمونكم لا يحترمون ذيانتكم المسلمون بربريون يقتلون ويحرقون ويهدمون هذا العداوة هذا الحقد هو الذي يريد أن يؤسس له بيانات ولكن هناك أيضا جزء من الجهل هنا نحن كمسلمين الحقيقة طالما لم نستطع أن نقضي على الجهل فأنا سوف نرى الكثير من هذه السيناريوهات تنفذ عبر أجندات معينة وعبر جنود معينين وبيادق على الشطرنج الآن إذا نظرنا سوف نرى أنهم شباب وشبات صغرون في السن تشرفوا بالإسلام جديدا تنفذوا الإسلام جديدا روحهم وقلوبهم ربما ما زالت غضة طرية حماسة كبيرة للإسلام لكنها لم تفهم تماما معانا الإسلام يريدون أن يحققوا الجهاد أو يطبقوا الجهاد ولكن يريدونهم طريقا مختلفا يقولون أن هذا هو الجهاد الذي يعلمونه والذي يرى لهم هو أمور أخرى باسم الجهاد يتطوعون بشكل سريع جدا هنا هذه التي يسمى تنظيم الدولة أو الداعش كان هناك عددهم ألف أو ألف وخمسمائة الآن عشرات الآلاف ينضمون عليهم الشباب لأنهم لا يعرفون لا يدركون يتوجهون عليهم هؤلاء لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون معنى الإسلام ولذلك من هذه الزاوية حتى نستطيع أن نقضي على هذه الظاهرة فنحن كمسلمين يجب علينا أن نعرف القيم الحقيقية للإسلام وأن نشرحها لهم تركيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية عليها مسؤولية كبيرة للأسف الشديد نرى أن شبابهم الآن يبعدون عن الإسلام بطريقة أخرى خلال الأسواة القليلة الماضية الحقيقة نرى أن معلومات عن الإسلام الصحيحة لا توقع للشباب في تركيا في كثير من الدول العربية والإسلامية يجب علينا أن نعلمهم الإسلام وقيمه أن نعلمهم هو الجهاد الحقيقي الآن ربما أي السلطان أو خليفة عثماني يعرض على أنه وكانه طول الزمان كان يقطع الرؤوس أو ما شبه هذا الذي يعرض على الإنسانية على دول العالم هنا سوف نرى هذه الأفكار التي يعرضها غير المسلمين يظهرونها وكانها هي أفكارنا وقيامنا نحن ظهار الشبهات هنا حول الإسلام وحول المسلمين وبالتالي فأنا يجب علينا هنا أن نعرض لهم جميعا ونفهمهم جميعا ما هو الإسلام دين الرحمة نحن لا نتكلم فقط عن قتل الإنسان الإسلام هنا لا يبيح قتل الحيوان دون ذنب نحن نتكلم عن حضارة إسلامية عثمانية كانت تؤوي العصافير ونرى كيف هناك أوقاف وحضارات مسلمية اهتمت بالحيوانات الشاردة في الشوارع هنا هؤلاء الذين يقوموا بهذا الأمر ليسوا مسلمين الحقيقة وكما قال أستاذنا قبل قليل ليس فقط مسلم لا يقتلون فقط غير المسلمين يقتلون المسلمين أيضا بوحشية دون رحمة وبالتالي هنا الحقيقة هذا الحقد هذا الشر الموجود داخلهم يعكسونه على الأرض وبتصرفات أنانية وبتصرفات وحشية يقومون بذلك عن قصد وبرغبة وبإرادة وبالتالي حتى لا يتجمع المسلمون مرة أخرى حتى لا يعود المسلمون مرة أخرى لدينهم أعتقد أنهم أداة هنا بيد القوى المختلفة عالميا ومن ضمنها الصهيونية بطريقة ممنهجة تحديدا للشباب هنا يجب عليهم أن تكون السلاحة واضحة جدا أن نشرح لهم أن هذه الحركة لا علاقة أبدا بالإسلام شكرا أستاذ خالد عندما ننظر إلى التاريخ نجد أن المسلمين هم الذين ترجموا ثقافة اليونانية إلى لغة العربية يعني الذين مولوا هذه المشاريع هم مسلمون بل أمراء المسلمين يعني بل من ثقافة العربية من لغة العربية ترجم هذه الكتب في البداية إلى لغات أجنبية إلى إسبانية في الأندلس وإلى لغة الفرنسية والألمانية فيما بعد لكن أيضا هناك اتهام على المسلمين أنهم دمروا الثقافة الفارسية وهذا ليس صحيح أيضا أنا متخصص في الثقافة الزردوشتية بالمناسبة أول مرة من دمر الثقافة الفارسية أو الزردوشتية هم إسكندر الكبير الذين أعادوا كتابة كتاب المقدس عند الزردوشت هم المسلمين أيضا وأنا ناقشت هذا الموضوع مع بعض الزردوشتين في شبه القارة الهندية هذه المعلومة أيضا غير موجودة يعني يظنون أن سيدنا عبر هو الذي دمر الثقافة الزردوشتية هذا ليس بصحيح الآن نحن لكن أمامنا الآن استعراض كما تفضل الأستاذ يحيى استعراض في تدمير التاريخ التراسي والثقافي كيف نستطيع أن نرد عليهم يعني كيف نحمي هذه الآثار التاريخية يعني كيف نتعاون بين العربي والأتراك لحماية هذه المؤسسات أنت كيف تتعاون مع مثلا مؤسسات العربية والغربية والتركية لحماية هذه الآثار طبعا يعني هو سؤال واسع جدا ويجدر الإشارة إلى أن ما يقومون به الإضافة إلى أنه استعراضي وبالإضافة إلى أنهم يستخدمون تقنيات العصر التي تصل إلى أذهان يعني العالم بشكل سريع دون أن يقرأوا ما هي الخلافة الإسلامية فعلا في حقاباتها السابقة بل يعني يرون مثالا ويقولون هذه هي الخلافة الإسلامية إذن التي مرت والتي ممكن أن تأتي يوما ما بالإضافة إلى كل ذلك فهم أيضا يدخلون في التاريخ لأن هذا التاريخ سيبقى يذكر بعد مائة عام وبعد مائتين عام أن هذا التمثال المجنح لنمرود أو غيره تم تدميره على أي فئة تدعي الإسلام وإلى آخره وستكون وصمة عار يعني هذا ما يعني يشاءونه وطبعا والله يفعل ما يشاء أن تكون وصمة عار في تاريخ المسلمين في هذه البلاد وكما ذكرنا يعني الأجوبة على أن المسلمين قاموا بحماية هذا الإرث وهذا التاريخ طيلة تلك الفترة هي كثيرة فمنطقتنا هي منطقة مهد الأديان وهي منطقة مهد الحضرات وصراع الحضرات منذ أن أنشأها الله وإلى حتى يوم الآخرة طبعا على صعيد التصدي لهذه الهجمات طبعا يعني لا أدري ما يمكن فعله وهم طبعا واضح داعش أنهم مدعومون من قوى خارجية تؤمن لهم يعني كل وسائل التدمير وتؤمن لهم أيضا كل وسائل الدعاية فهذا يحتاج لطبعا يعني عمل دولي لمنعهم من تكرار ما يقومون به فهم لم يوفروا مقاما لصحابة حتى من صحابة الرسول إلا ودمروها وإضافة إلى هذه الأثار وغيرها وطبعا يعني هذا الأمر ليس يعني فقط محصور بداعش فها هو مقام الصحابي خالد بن الوليد صاحب الفتوحات ها هو على الأرض وجامع السلطان عبد الحميد اللذي بنية فوقه مقصوف ومحروك بالكامل ولم نشهد يعني أحدا في العالم الإسلامي حتى حرك ساكنا تجاه هذا يعني الهدم الهمجي الذي تعرضت له حمص وتعرض له هذا المجي طبعا في هذا الإطار التعاون الدولي مهم وربما نكتشف الآن كم أننا عاجزون عن ليس فقط يعني حفاظ على هذه الأبنية بل على معرفة ماذا يوجد لدينا من معالم أثارية وإرث حضاري في هذه المناطق فنكتشف أن لا يوجد لدينا معلومات وأحصائيات دقيقة عن كثير من المناطق النائية في هذه الأراضي الواسعة وهذا دليل على أننا متأخرون جدا في هذا المجال عندما اليوم يذهب أي باحث مننا ليبحث في الشؤون التاريخية سواء في الحضارة الأشورية أو الصمارية أو الفرعونية وحتى الإسلامية نجد أن يعني 80% ربما من المراجع كلها أجنبية وضعها أجانب فهم تفحصوا حضارتنا وفنوننا وكتبوا عنها وبحثوا فيها أكثر مما نحن قمنا به لذلك نحن ليس يوجد أيضا لدينا توصيق لهذه المعالم وهذا ما هو بارز يعني على صعيد الأثار الصلجوقية والمملكية والعثمانية وهي الأكثر انتشارا في العالم العربي لأنه كما سبق وتفضل دكتورنا الكريم بالقول بأن كل ما يمت بصيلة إلى الحقابات التي سبقت ذلك سواء كانت أموية وعباسية أو فاطمية فهي قليلة جدا ومحصورة في بعض المناطق بينما الجل الأكبر من المعالم الأثرية الإسلامية وأيضا المسيحية تعود إلى تلك الحقابات إلى 700 عام وحتى يومنا هذا وهذا طبعا نشهده في كل المدن الإسلامية حيث كانت هناك حارات للنصارى وحارات لليهود وحارات للمسلمين تتوزع فيها الأبنية حسب حياة كل حارة من تلك الحارات لا يوجد لدينا توصيق وهذا ما اتضح لدى الحكومة التركية عندما بدأت بدراستها عن طريق مؤسسة وقف التاريخ مؤسسة وقف التاريخ التركي عندما انطلقوا الدكاترة بوضع هذه الدراسة ولكن هناك دائما وضع متخربط ربما يمكن القول في العالم العربي يمنع من إتمام هذه الدراسات لأن العالم العربي نفسه لم يكم بإتمامها حتى من هذا فنجد أن لدى تركيا معلومات كاملة عن كل إرثها العمراني والثقافي في بلاد البلقان ونجد أن لديها معلومات كاملة عن كل إرثها الثقافي أيضا والعمراني في وسط آسيا لكن في الشرق الأوسط الذي تسعى تركيا إلى الانفتاح عليه منذ أكثر من عشرة عوام اليوم وخاصة في المنطقة العربية لا نجد أن لديها المعلومات الكافية أنا عندما بشرت بإحصاء الأثار العثمانية في لبنان كانت الدولة التركية على دراية بوجود نحو 100 معلم عثماني فقط في لبنان أنا رفعت هذا العدد إلى 1350 بعد عامين من الإحصاء فبالتالي التعاون يجب أن يكون مع الخبراء المحليين فهم أدرى بأراضيهم ليس كل المعالم مذكورة في الوسائق العثمانية في الأرشفات بل أيضا هناك معالم لم تذكر في التاريخ مثل الجسور في بعض الوديان مثل أبنية في أماكن نائية لم تذكرها مصادر تاريخية فيجب التعاون كمثلا اتحاد المؤرخين العرب أو البلديات في تلك المناطق لتوصيق هذا الأمر وهذا طبعا دور يقع حاليا على مؤسسة التعاون والتنصيق التركية تيكا التي تقوم بدعم هكذا أنشطة وقامت بترميم العديد من المعالم العثمانية في العالم العربي ومنها في لبنان وفي السودان شكرا أستاذ يحيى ننتقل من مميو الإنسان إلى مميو التاريخ الآثارية يعني آثار التاريخية طيب ألا يمكن أن نجسد هذه الآثار التاريخية في حالة ما دمرت نعيد بناؤها من جديد يعني كما هو كما فعل الأتراك في إستنبول ما يسمى بمنياتورك كأنهم جسدوا معالم آثار التاريخية في كل تركيا وجمعوه في مكان واحد وسمعت أيضا أن الصينيين ألا بدأوا يصنعون مجسم لبعض المدن الكبيرة مثل باريس معالم في باريس ومعالم في واشنطن وما لا ذلك إذا أردت أن تزور باريس يمكن أن تزوره في الصين ألا يمكن أن نصنع مميو لآثار التاريخية؟ هذا ممكن ولكن لا يكتسب القيمة القيمة لإعادة البناء من جديد أنت تستطيع أن تعمل الآن تماثيل لكل الدنيا ومجسمات لكن لا تكتسب القيمة لأن القيمة الأثرية الحقيقة هي جهد أناس من آلاف السنين وليست فقط هي وثيقة يعني كيف أنت عندك طابو يمكن أنت ورتانه من سابع جد هذا له قيمة له قيمة لأنه هو وثيقة حقوقية فالآثار هي وثائق حقوقية تثبت الارتباط بين الإنسان الذي يعيش الآن مع تاريخ هذا البلد حتى الحدود ترسم على الآثار يعني هناك مشاكل في بعض الدول أنه جزء من الشعب يكون في دولة وإنه إمتداد تحصل حروب الآن عملية إثبات الشرعية كيف تتم من خلال الآثار أنه أنا أجدادي هنا وبالتالي يجب أن أكون من هذه الدولة فلا يمكن لا يمكن أن مهما عملت من مجسمات لا يمكن أن تعطي القيمة التاريخية للآثار إطلاقا شكرا أستاذ عبد السلام يعني نحن في حرب تشنقلة قاتلنا وقاومنا المحتل الأوروبي مع دول السبعة أو أكثر من دول السبعة وقتل من قتل منهم واستشد من استشد منا وفيها مقابر لجنود الغربيين وجنود الأتراك أيضا لكن دولة التركية تحافظ على هذه المقابر سواء مقابر الجنود الغربيين وجنود الأتراك أليس كذلك؟ وهم يأتون إلى تركيا خاصة أستراليون يأتون إلى تركيا لكل سنة ويزورون هذه المقابر ويكون فيها التنسيق بين دولة تركيا ودول الغربية وتركيا لا تشعر شيئا فيما حدث فقط الجميع يحزن وهم أيضا يندمون لماذا أجدادهم أتوا إلى هنا وما إلى ذلك هذه تجربة تركيا لكن أنا لما زرت اليمن وأسمع عن إراق ودول الغربية بشكل عام مقابر الأتراك بشكل عام يعني جنود الأتراك في المهزلة بمعنى في المزبلة بل منهم من قضي عليه يعني لماذا هذا الشعور لماذا لا يوجد هذا الشعور والوعي عند إخواننا في بعض المناطق ويحفظنا هذا التراس يعني الآن مثلا عندما حافظنا على مقبرة الشهداء في غزة هذا تعني أن الفلسطينيين والأتراك قاوموا احتلال البريطاني مع بعضهم وجود هذه المقبرة مهمة جدا وجود مقبرة في اليمن وأنا رأيت يعني معالم تاريخية في وسط الصنع وأحصيت أسمع الشهداء من كل مدن التركيا من سوريا من إراق من ترابلوس الشام وهكذا إذن حماية هذه التراس لماذا يعني يبدو أن لدينا نقص في التوعية لدى الدول يعني أنتم كأساتذة يعني هل فقط تدرسون هذه المواد في كلية الفن أو لديكم اهتمام في تدريس هذه المادة في مرحلة الثانوية في مرحلة الجامعة في كل الكليات منذ بداية هذا البرنامج الحقيقة ما نحاول أن نقوله إحدى أهم ما أردنا نقوله هذه النقطة هذا الأثار الإنسانية والحضارية التي نحتضنها لسنا مدركين تماما لقيمتها ربما للأسف الشديد هنا أستطيع أن أجيبها بطريقتين الأولى بكل صراحة اليوم بعد صلاة الجمعة كان في ميدان تقسيم معرض ذهبت إلى المعرض وكان معرضا عن حرب تنقل عاب بمناسبة الذكرى المئوية لهذه الحرب مقتطعات من الصور من بعض الصحف في ذلك الوقت الحقيقة أثرت شجوني نوعا ما أثرت عواطفي وهنا كل جمعة في هذا الحرب والآن ننظر لحقيقة ترى الإنجليز والأسترالي وكل الجانب الذين أتوا إلى هنا كأعداء لهذه المنطقة الجغرافية أتوا لمحاولة للقضاء ربما على حضارة معينة وثقب معينة ورغم أنهم أتوا مع بعض لحرب معينة الحقيقة كما أنه أعطي الماء لجرحاهم فأن جثثهم أيضا أمن لهم قبور محترمة هنا من قبل أجدادنا هذه نظرة حقيقة مهمة جدا لكن نحن الآن ضمن أنفسنا الحقيقة وضمن علاقاتنا الحقيقة رأينا الكثير أنا عندما كنت موجودا في دمشق في إحدى الكليات هناك رأيت في إحدى الساحات هناك أحجار أو شواهد قبور مرمية في الزاوية وكأنها حولت إلى قمامة إلى مزبلة شديد كلها قطع من التاريخ كلها قيمة كل أحد منها قيمة مهمة جدا أحد أصدقائنا السوريين حقيقة كان سبب أو كان موضوع دراستي لدكتوراه هذه الأحجار أو هذه الشواهد منذ عهود سحيقة حتى الدولة العثمانية هناك كل من عاش من الناس من الحضارات من الثقافات لهم تاريخ هؤلاء مسؤولون في الدول جنود متجار كلهم الحقيقة تاريخهم موجود في تلك المنطقة يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نخرجه وأن نظهره وأن نثبته وأن نرشفه وأن ننشره إذا أردنا أن نعرف كيف كانت الحياة في دمشق في السابق ربما يجب علينا أن نعتمد على هذه الأثار التاريخية وليس فقط وثائقنا نحن الحقيقة وكأننا هنا نتناقض مع هذا التاريخ وكأننا نرمي هذا التاريخ يجب علينا الآن أن ننتبه لهذا الأمر وأن نعيد ترتيبه وليس فقط شواهد القبور ربما الغربيون حاولوا أو جزء من محاولة الغربيين للقضاء على الحضارة الإسلامية أو على الثقافة الإسلامية هنا ما يراد تدميره ليس فقط قطع الحجار ليست شواهد القبور هي ثقافة وحضارة يحاولوا على القضاء عليها لسنوات طويل جدا حاولت بعض هنا الحقيقة لدينا الوثائق بالملايين ربما أو بالآلاف بين الوثائق الأرشفية أو التاريخية قضي عليها أحجار آثار كلها قضي عليها بما أنك مختص أيضا في موضوع حسن كيف موضوع أثر تاريخي حسن كيف أيضا بقيت تحت المياه هل حافظت على هذا الأثر تاريخي أو هذا انتهى خلاص اندثرت طبعا لم يبقى كلها تحت المياه ولكن في المستقبل القريب ستبقى ربما سأجيب هنا بما له علاقة بسؤالكم قبل قليل حسن كيف لن يدمر أو ينسى فقط أو تحت المياه هو سوف يغمر بالمياه لأنه نسي ودمر وتلك ما حصل لبغداد والذي حصل لحسن كيف في عام الفين موضوع وستين جوش المغول أتوا حتى حدو حسن كيف وكان منطقة بالجغرافية محمية نوعا حسن كيف لم يصل له لمدة سنة ونصف ورغم أنه حصل أو يحتل موصل وبغداد بالحرب أمام حسن كيف كان هناك حرب مستمرة لسنة ونصف غضبة وعندما ساقت المديدة طبقا للفثائق التاريخية لم يبقى حجر على حجر ولم يبقى رأس على جسد فيقول عندها كيف في أن الكعبة هنا هدمت أو ما شبهه وبالتالي هنا هذه الدولة المدينة التي بقيت لمئة وثلاثين سنة عاصمة للدولة السلجوقية هناك مساجد ومدارس وحمامات ومساجد وجسور وغيرها في هذه المدارس هنا في مدرسة حسن كيف لمدة طويلة جدا كان هناك كتاب عن الروبوت الجزري واسماعيل رزازان جزري كتب كتابا في هذا الأمر كتاب الحياة الهندسية كتاب عن الروبوت رومان تورت جمال اللغة التركية لاحقا وبالتالي هنا في التجارة وفي العرفان والمعرفة كانت مدينة متميزة في ذلك الوقت ولكن لسه بشديد هنا دمرت تاريخ دمرت الأثار ثم بعد ذلك أيضا كان هناك وباء طعون لمرتين ثم ذلك تركت المنطقة ولكن في السنوات الأخيرة وفترة الأخيرة هناك أهمال كبير لماذا في تركيا فقط الذين يهتمون هذا الموضوع فقط من أطراف اليسارية أو العلمانية لا يهتم به المحافظون أو المتدينون لحماية هذا المكان لا يهتمون لهذا الأمر لأنه الحقيقة ما يهتم به من آثار فقط أتوا به إلى هناك لا أقصد في تركيا لماذا الأطراف أطراف نعم يجب علينا أن نقبل التالي نعم يحاولون ولكن التراث الحضارة والإسلامي الحقيقة ليس نتحوله الحضارة الإسلامية ولكن فقط أنه يراث معين عمراني ولكن أستطيع أن أقول التالي هنا الآن في تركيا عندنا الكثير الآن من علماء الآثار والحفار والمخطصين والخبراء وليس فقط في إستامولاك في كثير من المدن الحقيقة المهتمون بالتاريخ بالتراث والأثر الحمد لله لدينا فرق كبيرة جدا وذات خبرة ولكن الآن كما قلت قبل قليل نحتاج إلى أن نجتمع إلى أن نلتقي ونصوق نظرية معينة وطريقة عمل للحفاظ على هذا الميراث التاريخ والإنسان والإسلام بالإختصار ربما لا نجد وقتنا كيف يمكن أن تكون التعاون بين العربي والأتراك على الأقل في هذا الموضوع أو الأكراد أكراد والعربي والأتراك في هذا الموضوع نحن الآن في إعادة في إعادة التاريخي يجب علينا أن نجتمع مرة أخرى هناك مشاريع مشتركة لإحمال هذا الميراث الإنساني والحضاري الآن ربما للأسف بالحسب الحرب السورية الآن باستثناء سوريا هناك في مصر لنعلاقات مع مصر والجزائر وتونس ولبنان والأردن لدينا الآن اتفاقات عمل مشترك ومشاريع مشترك كثيرة الآن قبل الحرب مثلا كان هناك من الدراسة الحمدية في حلب مثلا كان هناك مشروع بخصوصها لدراسة الموروث أو التراث العثماني التاريخي العمراني في ذلك الوقت ومؤسسة وكالة التنمية التابعة للوزاة الخارجية أيضا كانت مهتمة هناك مشاريع نحن لسنا متشائمين تماما نحن متفائلون وعنما بهذه المشاريع وإن شاء الله سوف نعيد أستاذ خالد أريد أن أسألك سؤالا وهذا السؤال في الحقيقة متعلق مع التجري في المنطقة بالنسبة للأتراك المقبرة ليس عبارة عن مكان الميت هي هذه المقبرة طابوا لهذا الشخص وطابوا للوطني في نفس الوقت نعم لما نرى في مقبرة المسلمين معناها المسلمين يعاشوا في هذه المنطقة دليل على أن هذه المنطقة كانوا لنا يومنا الأيام تدميره جريمة تاريخية أنت تعرف دولة التركية نقل مقبرة سليمان شح أكثر من مرة لأسباب كثيرة في مرة الأخيرة نقلوا هذا المكان خوفا من تدمير الداعش مرة أخرى نعم أنتم في عالم العربي كيف تقرأون قرأتم أو كيف قرأ هذا الموضوع نقل مقبرة من مكان إلى مكان آخر لماذا الأتراك يهتمون بهذه المقبرة كثيرا قراءة عربية إنكم طبعا القراءة العربية كانت بمجملها خاطئة مع الأسر كيف قرأوها بأن هناك تعاون سري بين داعش وبين تركيا لذلك تمت عملية النقل وإلا لماذا لم تفجر داعش هذه المقبرة كما فجرت غيرها من مقابر الصحابة وغيرها هذه واحدة نعم وهل مقام يعني سليمان شاه أهم من مقام الصحابي فلان أو فلان الذي قامت داعش بتدميره أليس هذا دليل إضافي على أن داعش يعني هي على توافق مع تركيا وهذا مع الأسف ما يسمعنا إياه بعض الزعماء حتى عندنا في لبنان يعني السنة الذين يعني عندما نبحث ونتحدث في تقوية العلاقات مع تركيا وبضرورة أن يكون لتركيا دول فاعل في منطقتنا ولو من خلال مشاريع الثقافية وغيرها يقولون تريدون أن تأتون بداعش إلى منطقتنا مع الأسف هذه الزهنية أصبحت يعني تتسلل إلى أعلامنا وهذا طبعا بفعل التأثير الأعلام الغربي هذه الرؤية التي سادت في العالم العربي وكما تعلمون يعني العالم العربي بمجمله لا يزال يعيش على تلك الكتب التي لا تزال تدرس في المدارس على أن العثمانيين كانوا يعني فقط لجباية الضرائب ولفرض السلطة ولمعركة سفر برلك حيث جروا شباب إلى الحرب وغيرها وهم طبعا يصفون فترة محددة من التاريخ العثماني وينسون أن هناك أربعمائة عام من الحكم مرت على المنطقة كانت المنطقة فيها في رخاء وفي زهاء يعني وصولا إلى أن حتى الاهتمام بالإنسان وبالحيوان كان على كل الصعد كما ذكر أستاذ مكريم هناك أوقاف للقطة الشاردة في الشوارع وللكلاب الشاردة وهناك بيوت للطيور وغيرها كان يصرف عليها من أمان الأوقاف فكل هذا ينسونه وأنا هنا أريد أن أعطي مثالا عن مقبرة موجودة عندنا في طرابلس الشام وهي مقبرة فيكتوريا أو التي تعرف بمقبرة الإنجليز ففي العام 1892 غرقت أكبر بارجة حربية بريطانية وهي فيكتوريا قبالة ساحل طرابلس بفعل يعني خطأ أحدثه قبطان هذه الطائرة حينما كان يعني آتيا من تدريبات عسكرية مع الجيش العثماني في بيروت ويمرون أمام الساحل الطرابلسي حيث تجمع أبناء المدينة ليشاهدوا الموكب فيعني حب أن يزيد الأستعرات فأمر قائد الفريق العسكري كبطان الباخرة بأن يسير بها عكس التيار حتى تصل إلى البارجة التي خلفها وقبل أن تصطدم يعود فيكلع أماما فقال له الكبطان يعني هذا الأمر غير ممكن حسب حركة الهواء وكذا ولكنه قال هذا أمر عسكري فنفذ فنفذ وحصل ما توقعه واصطدمت البارجتان وغرقت مباشرة البارجة فيكتوريا وهي أكبر البوارج الحربية وصل الخبر إلى السلطان العثمانية إلى السلطان عبد الحميد قبل أن يصل إلى يعني المملكة البريطانية فأمر السلطان عبد الحميد مباشرة بتخصيص أرض في مدينة الميناء من الأراضي الميرية أي من أراضي الدولة لدفن هؤلاء الذين سقطوا من الجيش البريطاني ولم يكتفي بذلك أيضا أمر ببناء صور حولها ونصب تذكاري يعبر عن أنها هدية من يعني نسميها في التركيا الهوشكوري تظهر يعني مدى التسامح بين العثمانيين وهذا الجيش هذه المقبرة يعني عندما وقعت في أيدي هذه الوسائق العثمانية منذ أكثر من 15 عاما ذهبت إلى المقبرة لأتفاجأ بأنهم اقتلعوا النصب التذكاري الذي بناها السلطان عبد الحميد وأزالوا عنه الكتابة التاريخية ورموها جانبا ووجدتها بين الركام ووضعوا لوحة بأن هذه المقبرة تم تنظيمها من قبل مجلس الشيوخ البريطاني واستخدموها فيما لاحق كمقبرة لجنودهم الذين سقطوا في الحروب العالمية الأولى والثانية وقمت بحملة إعلامية في حينها أجبرتهم إلى إعادة تلك الكتابة إلى مكانها ولكن على حائط جانبي من المقبرة وهي مكتوبة باللغة العثمانية وتقول بأن هذه الأرض قدمها السلطان عبد الحميد لعساكر البارجة فيكتوريا فيعني هذا هو الاختلاف وهذا هو صراع الحضارات إذا ودد طبعا في حضارتنا الإسلامية المقبرة هي جزء أساسي من المدينة هي دائما داخل المدينة عكس العمارة الغربية التي تضع المقابر خارج الكرة وخارج المدن فهي جزء مننا والناس يعني يذهبون للتسامر والزيارة إلى داخل المقابر ولازم نرى هذا المثال في تركيا يعني هذه المقابر في تركيا الآن التي تم تحديثها وكلها ورود هي أصبحت مقاه وأماكن للطلاق لأنهم يذهبون ليترحموا على الفقيد وأيضا يرون يعني الآخرة بمنظور آخر ولكن يعني يسلون أنفسهم وبزيارة هذه المقابر فهي جزء طبعا من الحضارة الإسلامية وهذا أمر مسلم به نعم شكرا أستاذ يحيى مرة أخرى وصلنا إلى نهاية هلق تقريبا كيف نعيد كتابة التاريخ من خلال آثار التاريخية ذكرت هذا الموضوع لكن أريد أن أتأكد أكثر كيف ما الذي سيتغير إذا اكتشفنا آثار جديدة في التاريخ سواء كان التاريخ العثماني أو التاريخ الإسلامي أو تاريخ أو إذا فقدنا كل هذه الآثار التاريخية ما الذي سيؤثر مثلا الآن فقدنا نحن مقابر الصحابة كلها في السعودية أو فقدنا مباني الآثمانية والسلتوقية والأموية أو فقدنا مباني الموجودة في الأندلس ما الذي سيتغير في التاريخ الإسلامي وعي الإنساني مع الأسف ستضيع أجزاء كبيرة من المعلومات مكتبة الإسكندرية مثلا مكتبة الإسكندرية التي احتلقت كان فيها كتاب مهم عن عودة بعض بني إسرائيل اللي كان يسموا العابيرو وذكر هذا الكتاب في وسائق أخرى واستندوا إليه بعض المؤرخين الإسرائيليين لإثبات بعض الحقوق في مصر ولكن هذا الكتاب ضع في حريق مكتبة الإسكندرية فالآن بدل يعني الآن تحول الأمر إلى جدل لا يمكن حسب لأن الوسائق فقدت فحقيقة فقد الوسائق لا يمكن تعويضه إلا إذا كان فيه شيء مرادف وبديل يعني وهذا يحصل بعض يعني كثير من الوسائق يكون في إلى في مدينة أخرى في كتاب آخر في شيء آخر ممكن أن يدعم هذا الأثر مكان الأثر الذي فقد ولكن إذا كان الأثر هو الوحيد فهذه الطامة الكبرى لا يمكن أستاذ عبد السلام أريد منكم رسالة لمشاهدين العرب الذين أو مشاهدين بشكل نعم الذين يهتمون بالتراث أولا ثانيا بحوثك في مجال تاريخ الفنون والعلوم وما إلى ذلك ماذا تأثيره في دراسات التاريخية في كتب التاريخية في مدارس الهكومية في تركيا نعم لديك دقيقة واحدة نعم دقيقة واحدة إذن نختصر هنا نقول أولا هناك بدأنا بتأسيس بنية مشترك للعمل المشترك في هذا التراث الإنساني ولكن نقطع بلا عدة أسباب ولكن الآن في المستقبل القريب نحن نعرف أن هذه المشاريع يمكن أن نستدميها وأن نستمر فيها والتالي يجب على العلماء والمفكرين والمثاقفين أن يجتمعوا أن يتكلموا معهم بعض اللغة العربية هي اللغة المشتركة ربما للدول العربية والإسلامية ولكن أيضا إداريا الدول العثمانية هي ميراث مشترك لنا جميعا نجب علينا أن نجتمع مع بعضنا البعض مع الوثائق العثمانية ربما نحل هذا الأمر الوثائق العثمانية كتبت بلغة تركية واللغة العربية نحن كتركيا خفنا من هذا الأمر ونجب علينا مرة أخرى أن نجتمع بعد أن نلتقي ونجتمع مرة أخرى هنا باللغة العربية مثلا هذا ربما له علاقة في العراق فقط التراث التركي في العراق ولكن أيضا في موسوعة الإسلامية من وقف الديانة أيضا هناك كلام عن مئات ربما التراث العثماني أو التراث الإسلامي أو الأثار الإسلامية في كثير من الدول العربية كلها مساجرة موثقة وكثير منها حول إلى كتب وإن شاء الله شكرا كما ذكر أستاذنا قبل قليل إن شاء الله سوف نستمر في هذه المشاهدة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة إن كان لي رسالة في هذه الحلقة ورسالتي أن ما تهتس في منطقة الشرق الأوسط غير معقول ولا نعترف أن هذه العمال من أعمال الإسلامية وليكن من يتهم الإسلام أن المسلمين يدمرون آثار تاريخي نحن نرفض كل هذه الأعمال الشنيعة ضد التاريخ والتراث والهضارة لكل بداية نهاية اليوم أيضا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة كان معنا أستاذ خالد أمر تدموري أستاذ هندسة معمارية في جامعة اللبنانية أيضا رئيس لجنة الآثار والتاريخ في ترابلس شام لبنان أهلا وسهلا أهلا بكم سبحان يحيى بدرج مهندس معارض سياسي سوري صاحب براعة الإختراع في تقنية موميا كنت معنا أهلا وسهلا وأستاذ عبد السلام أولد شام أستاذ تاريخ الفن والإمارة أيضا رئيس جامعة باطمان كنت معنا أهلا وسهلا أهلا شكرا أعزائي المشاهدين لم يبقى إلا أن أودعكم من جديد على أمل أن نلتقي بكم في أسبوع المقبل في أمان الله شكرا 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 شكرا